في القدس لهم أثر حرص العثمانيون في عهد حكمهم القدس على إنشاء التكايا الخيرية لرعاية من لا عائلة لهم الذين لا يقدرون على الكسب والعجزة وكبار السن العاجزين والأرامل من النساء إلى جانب الفقراء والغرباء وعابر السبيل مسجد المولوية أو التكية كما سماها العثمانيون هي أحد هذه التكايا الخيرية التي أنشأها الأتراك بنوه داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس إلى الطريقة المولوية ينسب هذا المسجد وهي إحدى الطرق الصوفية ويرجع تاريخ إنشائه إلى القرن العاشر الهجري حيث أنشأه أحد أمراء القدس خداوند كاربك عام تسعمائة وخمسة وتسعين للهجرة الموافق لألف وخمسمائة وستة وثمانين للميلاد من طابقين يتكون الجامع فالأول كان كنيسة بناها الصليبيون إبان احتلالهم للقدس تدعى كنيسة القديسة آنيس وبعد ذلك حوله المسلمون إلى مسجد بعد استرداد القدس الطابق الثاني في المسجد بناه العثمانيون كما بنوا أيضا مئذنته وبعض الغرف الملحقة به شرقية ساحته المكشوفة ويستخدم الجامع الآن في الصلاة كما تقيم بعض الأسر الفلسطينية في بعض غرفه في العهد العثماني إضم حلت المدارس فانتعشت الزوايا والتكايا التي أصبحت ملجئا للفقراء على مر العصور والأزمان وازداد عدد الصوفيين والدرويش فتكية المولوية هي مكان استعمله المولويون كملجأ للدرويش أي المريدين المولويين وعندما انتشرت المولوية أصبحت بعض التكايا مكانا يقيم فيه الدرويش ويقضون أوقاتهم في العبادة وفي الذكر الذي كان كثيرا ما يصاحب بالرقص الدائري الصوفي والموسيقى مسجد المولوي في القدس لهم أثر في القدس لهم أثر اعداد ياسمين عنبر تقديم غمام سعدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر